اسم الدرس أتدرب على حل المسائل أولاً ألف استقر مهاجر ببلده تونس واستثمر أمواله في بعث مشروع فلاحي عصري يتمثل في شراء أرض وغراستها كوروماً للتصدير وريها بوسائل الري قطر قطر هذا الجدول يحوصل مختلف النفقات لبعث المشروع ثمن الوحدة بالدينار المبلغ الجملي بالدينار شراء أرض تمسح 2.25 هكتار 48500 شراء 338 متراً من القنوات البلاستيكية الصالحة للري 1.2 شراء 1200 حنفية لتوزيع الماء قطر قطر 168 مصاريف تهيئة الأرض حفر وحراثة 185.225 مصاريف تركيب وسائل الري 430.9 ربط قنوات الري من السد إلى المشروع 520.5 كلفة المشروع بالدينار كلفة المتر المربع الواحد أبحث عن الأعداد المناسبة لفراغات الجدول الإجابة المبلغ الجملي لأرض تمسح 2.25 هكتار بالدينار 2.25 في 48500 دينار يساوي 109125 دينار المبلغ الجملي ل338 متراً من القنوات البلاستيكية الصالحة للري بالدينار 338 في 1.2 دينار يساوي 405.6 دينار ثمن الحنفية الواحدة لتوزيع الماء قطرة قطرة بالدينار 168 دينار على 1200 حنفية يساوي 14 من 10 دينار للحنفية الواحدة كلفة المشروع بالدينار 109125 مع 405.6 مع 168 مع 185125 مع 430.9 مع 520.5 يساوي 295.875 دينار كلفة المتر المربع الواحد كلفة المشروع بالدينار على مساحة الأرض بالمتر المربع مساحة الأرض بالمتر المربع 2.25 هكتار يساوي 22500 متر مربع كلفة المتر المربع الواحد يساوي 295.875 على 22500 يساوي 13.15 دينار سمن الوحدة بالدينار المبلغ الجملي بالدينار شراء أرض تمسح 2.25 هكتار 48500 109125 شراء 338 متراً من القنوات البلاستيكية الصالحة للري 1.2 405.6 شراء 1200 حنفية لتوزيع الماء قطرة قطرة 14 من 10 168 مصاريف تهيئة الأرض حفر وحراثة 185.225 مصاريف تركيب وسائل الري 430.9 ربط قنوات الري من السد إلى المشروع 520.5 كلفة المشروع بالدينار 295.875 كلفة المتر المربع الواحد 13.15 باء يتضمن المشروع الفلاحي 1200 شجرة كوروم بعد ثلاث سنوات من العمل والصيانة أصبح معدل إنتاج الشجرة الواحدة من العنب 28.5 كيلوغرام قام صاحب المشروع بتصدير الإنتاج إلى السوق الأوروبية المشتركة بعد تعبئته في صناديق ذات 20 كيلوغرام بيع الواحد منها بـ 36 أورو وبلغت كلفة التصدير بالدينار 1537.2 أبحث عن عدد الصناديق المعدة للتصدير الإجابة نبحث عن معدل إنتاج 1200 شجرة 1200 شجرة في 28.5 كيلوغرام يساوي 34200 كيلوغرام عدد الصناديق المعدة للتصدير 34200 كيلوغرام على 20 كيلوغرام يساوي 1710 صندوق أثبت أن الدخل الصافي من بيع العنب بالدينار 94496.4 علماً وأن صرف 1 أورو بالبنك المركزي التونسي في تلك الفترة 1.560 دينار الإجابة سمن الصندوق الواحد بالدينار التونسي 36 أورو في 1.560 يساوي 56.16 دينار تونسي سمن بيع 1710 صندوق 1710 في 56.16 يساوي 96033.6 دينار الدخل الصافي سمن بيع الصناديق ناقص كلفة التصدير 96.033.6 إلا 1537.2 يساوي 94.496.4 دينار جيم وزع المستثمر مصاريف بعث المشروع أقصاطاً متساوية يقططعها من مداخيل خمس سنوات متتالية أحسب الدخل السنوي الصافي خلال هذه السنة الأولى من الإنتاج الإجابة نبحث عن خمس مصاريف بعث المشروع من ثم نقوم بطرحها من الدخل الصافي بعد تصدير الصناديق خمس مصاريف بعث المشروع 295.875 على 5 يساوي 59.175 دينار الدخل السنوي الصافي خلال هذه السنة الأولى من الإنتاج 94.496.4 إلا 59.175 يساوي 35.321.4 دينار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر